بسم الله الرحمن الرحيم الرجل الوحيد الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في حياتي كلها وده في دلالة وإشارة إن النبي عليه الصلاة والسلام لكان سفاك ولا كان قتال ولا كان بيعتدع الأحد ولا بينتقم من أحد أبدا وكان ليه سبب إنه ليه ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام قتله لماذا وكيف وإيه الملابسات صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه وأشار إلى رباعيته واشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله من هو ده أبي بن خلف أخ من أمية بن خلف أنت عارف لما البيت يبقى بيت شر كده ويقولك الناس دي بتاعت شر أمية بن خلف النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه أحد نتكلم عن من؟ عن أبي بن خلف اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام الوحيد اللي أتل النبي عليه الصلاة والسلام إيه السباب؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة النبي عليه الصلاة والسلام وجاء أبي فبيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد إن عند العوذ فرسا أعلفه كل يوم فرقا من ظرة أقتلك عليه يبه هو اللي إيه؟ هو اللي بدأ الوحيد اللي أنا أتلك فيرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام بل أنا أقتلك إن شاء الله إيه ما حدش قبل ده قال أنا هعمل فيه كذا هو ده اللي قال للنبي أنا هأتلك النبي يسكت له فبيدفع عن نفسه صلى الله عليه وسلم والدفاع عن النفس مشروع أقتلك علي أنا بجهز فرس بعلفه فرق من ظرة يعني كميات كده مهتم به بغزيه عشان أأتلك عليه قال بل أنا أقتلك إن شاء الله أبي بن خلف يرجع لقومه يرجع لمكة فشايفينه كده متغير ولونه كده راح كده متلون فبيقول له ذهب والله فؤادك والله إن بك من بأس إيه اللي حصل لك إيه اللي مغيرك قال قتلني محمد لقد قال لي أنا أقتلك فوالله لو بصق علي لقتلني شوف يا أخي على الرغم أن هم معاندين ومكابرين وجاحدين وكافرين وغير مؤمنين إلا أنهم يخافون من رسول الله ويصدقون بما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للنبي أنا أقتلك أنا أقتلك على بل أنا أقتلك إن شاء الله في غزوة أحد بقى سنة ثلاثة هجرية يأتي أبي فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له لا نجوت إن نجوت يقول للنبي لا نجوت إن نجوت يا نينته يتنجو يأنجو ده توعد تاني فيأتي بعض الصحابة يقول للنبي أيعطف عليه رجل منه يعني تسيب حد ابننا يتعامل قال لا دعوه حتى أخذ رسول الله الحربة من الحارث ابن الصمة فلما رأى أبي النبي أخذ الحربة من الحارث انتفض انتفاضة شديدة خلاص أنت عارب باله هو إيه انتابه انتابته حالة من الخوف والهلع انتفض انتفاضة شديدة فصوب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحربة فطعنه فطعنه فجاءت في عنقه قل فتدأدأ منها مرارا من على فرص يعني سقط يدى بحرج حتى مات يبقى توحد النبي وقال لنبي أنها أأتي لك النبي عليه الصلاة والسلام قال له بل أنا أقتلك إن شاء الله النبي ما كانش يعرف لغة العداء ولا لغة الانتقام لكن هنا يدافع النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه هنا يقول لا نجوت إن نجوت هنا يقول أنا أقتلك ونبع السلام بل أنا أقتلك وبرضو جهل مرة التانية يقول أنا نجوت فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحربة فيصوبها فيطعن بها أبي في رقبته يقول ابن تيمية في منهاج السنة النبوية ولم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلا أبي بن خلف قتله يوم أحد لم يقتل بيده أحدا لا قبلها ولا بعدها يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما أتلش قبل أحد ولا بعد أحد حد بإيده غير أبي ابن خلف ليه؟ ما احنا قلنا السبب؟ قال بيقول لنا ما أتلك هذا أمر جد خطير إنك تتوعد النبي عليه الصلاة والسلام وتعلنها أمام الناس وعلى الملك إنك حتيت تلسن النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا الانتقام من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدافعا عن نفسه صلى الله عليه وسلم وهذا درس للبشرية كلها هذا درس لكل من ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل حافظ النبيه وعاصم النبيه لأنه هو الذي قال في كتابه فإنك بأعيننا لأنه هو الذي قال في كتابه والله يعصمك من الناس وعلى مدار التاريخ والأزمان والعصور والظهور شوفوا كده أي حد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو برسوم كاريكاتيرية أو كلام أو روايات أو انتهاك أو انتقاص أو كلام أي حد شوفوا الذي تعرض لرسول الله كيف كانت نهايته لأن الاقتراب ليئذي النبي كأنه آذى الله سبحانه وتعالى والذي قال من آذاني فقد آذى الله فطلما أنت بتتوعد النبي يا أبي هكذا كانت نهايتك أن قتلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحيد هذا درس برضه إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش كل يوم بيئتل ولا كله أسبوع ولا كل سنة لا درنبي عليه الصلاة والسلام عاش 63 سنة 23 سنة في الدعوة ما قتل بيدي غير واحد صلى الله عليه وسلم أشوفكم على خير السلام عليكم ورحمته وبركاته